الحمد لله الذي جعل القرآن ذكرا وعبادا وأمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفعة وزلفة وأسلي وأسلم على نبيه الرحمن ومسباه الهدى محمد سلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان اعلموا أن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة بكتاب شريف لا مسيل له في الدنيا ومن فضائل هذا القرآن الكريم أن الله جل وعلا بحيث جعل هذه الأمة مربوطة بقانون لا تخرج ولا تتعداه بحال أبدا قانون كوني لأنه خرج من فمن نبي صلى الله عليه وسلم فلا مناص من هقوعه في دنيا على قدر ائتناء الأمة بالقرآن تكون رفعتها ويكون علوها وعلى إهمال الأمة للقرآن الكريم يكون انحطاطها وتكون ذلتها يقول عمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم بإسناده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يرفع بعاذ الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله تعالى يرفع بعاذ الكتاب أي بالقرآن العظيم أقواما ويضع به آخرين القرآن العظيم يقدم في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في هذا سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فأكبرهم سنة وفي رواية لمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن المجيد ومفهوم هذا الكلام العظيم أن الذي لا يكرم حامل القرآن المجيد ليس مجلا لله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن أي إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه الجافي فيه أو الغالي فيه الذي يأخذ بالعمل به على غير من عجل نبي صلى الله عليه وسلم هو الغالي فيه وأما الجافي عنه الذي يتتبع متشابعه وما غبض منه على خلق الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد الذي يسير بين الناس بالمعدلة بالسوية كما يريد الله جل وعلا ويبين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقدم ساعبه في الدنيا ويقدمه في قبره ويقدمه يوم ينشق عنه قبره ويقدمه في الجنة بفضل الله جل وعلا فعما تقديمه في الدنيا فقول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وعما تقديمه في القبر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل شهداء أحد في قبورهم لأنهم كانوا كثرة رضي الله عنهم سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجعل في القبر لسنين أحيانا وأحيانا يجعلهما في صوب واحد كان يجعل لسنين من شهداء أحد في الصوب الواحد فيقدم أحدهما على الآخر كيف يقدمه يقول جابر رضي الله عنه فإذا ديء باثنين يجعلهما في صوب واحد ويجعلهما بعد ذلك في القبر الواحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر حملا لكتاب الله أيهما أكثر حملا لكتاب الله فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فالقرآن العظيم يقدم ساعبه في قبره بتقديم الله جل وعلا وتقديم نبيه صلى الله عليه وسلم وعما تقديمه يوم ينشق عنه قبره فحديث بريدة وهو حديث عسن أخرجوا الإمام أحمد في مسنده رحمة الله تعالى عليه عن بريدة صاعب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى القرآن صاعبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاعب أي الشاهب وجهه فيقول على تعرفني فيقول له فيقول أنا صاعبك القرآن أنا الذي أضمعتك بالحواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وإنك من وراء كل تجارة فيوطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويكسى تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ والدكم القرآن انظر إلى هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة حامل القرآن العظيم العامل به لأن القرآن عندما يلقى صاعبه وقد انشق عنه قبره فلا يعرفه صاعبه كالرجل الشاعب الوجه فيقول ألا تعرفني فيقول من أنت في حول وكرم وفي عناء وبلاء وفي خوف وفي مسغبة نعن في زمعين وفي حول عظيم فأين أنا منك ولم أرى قبلك ولم أرى قبل ولم أرك قبل فيقول أنا صاعبك القرآن الذي أزمعتك بالحواجر وأسحرت ليلك عمل به لا ينقطع أزمعتك بالحواجر سياما وأسحرتك بالليل قياما أنا الذي أزمعتك بالحواجر وأسحرت ليلك والقانون أن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنت من وراء كل تجارة لأن تجارتك تجارة لا تبور ولن تبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوطى الملك بأمينه والخلد بيساره ويضو على رأسه تاج الوقار ويكسى والده علتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيتعجبان لمكسينا هذه فيقال بأخذ ولدكم القرآن لأنهما كان من ورائه دفعا وتشجيعا كان من ورائه ترهيبا وترغيبا كان من ورائه بحاذ القرآن المجيد سوقا وأمامه إماما من أجل أن يكون عاملا لأعزم كلام قط لأنه كلام الله رب العالمين فهذا إكرامه عندما ينشق عنه قبره وأما أمانه عند الفزع وطمانينته عند الروم وهذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأما في الجنة فعديس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لساعب القرآن في الجنة يوم القيامة اقرأ وارتقي وردتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اقرأ وارتقي وسعد صعودك وعلعلوك واسموك سموقك في جنة الخل لجنة الردوان إلى الفردوس الأعلى صعودة اقرأ وارتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ألا يكفيك في الدلالة ألا شرف حمل القرآن العظيم وجلالة عبزه والحافظ هو الله وفي جلالة عمل الكتاب المجيد وأن تكون من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصة وهذا بقدر القليل كفاية نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن دكا نيبودو جودياسو تبata وأن الله سبحانه وتعالى مي قوامي قومي واندى يهالي تشيم بادن قومي بسيدن مبوتا تامسا واندى الله سبحانه وتعالى كفلي وما خلقت الجن والإنس إلا لياعبدون الله يتسبب انهالي تشيم تند الجنب پا تشي بوتا شيسا الله مروقي شنسركي ياعي قومان زوتكم قوة الأمام بادن قومي بسيدن وانن الأمام دا اكا ايكا منزوء اتكين تا تايبو تاوى الله شيشي كأيتاني سانتدکنن اوان دا اكي بوتا تاوى ما بايان الله كما يند الله سبحانه وتعالى وَلَقَدِ بَعَسْنَا فِي قُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةَ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِي بُتَّاوُودِ الله يتلالي حقیقا من ايكا منزوء تشيم قوة الأمام بادن قومي بسيدن سبوتا تاوى الله سنیسان چي دکنن اوان دا اكي بوتا تاوى ما بايان الله كو بسا قايدر الله دکنن منزوء دا اللا يأيكو سي الله سبحانه وتعالى ياسو قد لتاوى تاردشي شيساء النبو محمد صلى الله عليه وسلم واندكشيني في ايكا منزنن الله سي الله يباشي لتاوى واند باب مسالن سأدونيا شيني القرآني می گرما اللا كومي سنن او كا دا درجا دا مثايق واند ييرقو دا واند لتافي يحددشي انقوائنا دا تشين ابن دا اللا معوك چنساركي يطارا شيني دکن واند ياري واند لتافي نا الله القرآني تو اللا معوك چنساركي زيد او كاكاشي كما يند حديثي يتبتا امام مسلم يابتدشي دا اسنادن سا دا غ عمر بن خطاب اللا اقارا ما سيدا يتي النبو صلى الله عليه وسلم نا تيوا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوامه للي الله يناد لغا درجا ناو انسو متاني دا واند لتافي ويضع به آخرين سأنن يكن كسكن تد دا وانسو واند بسيروكو دا شيبه دا واند لتافي كنغا اللا معوك چنساركي ياسيني داو كاكا غواند ييروكو دا القرآني حكا نن يناد اقابند كينونا متاي دا في فيكو دا درجا ناواند يحدا جاء القرآني ييروكو دا شي شيني قودا اللي منشي بسقايدا اکن غباتا دا واند يفكو واحدا جاء القرآني يفينجاء القرآني يسمعنو ننق القرآني كميانا حديثية تبتدك النبو صلى الله عليه وسلم النبو صلى الله عليه وسلم يتي يأم القوم أقرأهم لكتاب الله واند زيو متاني اللي منشي شيني مفي حد السغل تافن الله يتي فإن كانوا في القرآة سواءن إدانسكا كسن چه ديدي وديدا متانيني قدابيو کو پيد بيو أما ديدي وديدا ني تكين قرآنا القرآني تكين عدانا القرآني منزن الله صلى الله عليه وسلم يتي فأعلمهم بالسنة تسي أقبات الدوان يفينج سنن سنر عن نبو صلى الله عليه وسلم يتي فإن كانوا في السنة سواءن إدانك ما سنكسن چه ديدي وديدا سكي أقولن سنر عن نبو محمد صلى الله عليه وسلم يتي تسي أقبات الدوان وان ديبار شغم سلنشي يتي إدانا تكين عاkan سنكسن چه دياني يتي سي أقبات الدوان وان ديبار جهس وجهن هجرا ديبار معكزو ومدينة يتي إدانسكسن چه تكين هجرا ديدي وديدا تسي أقبات الدوان وان ديبيس شیکرو كهما حل الشاير تكين وانا حديث يوم أعوى ANGAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM يَنَعْتِوَا إِنَّ مِنْ إِجِلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى إِكْرَامِ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِيمِ يَتِي يَنَعْتَكِنْ جِرْمَمَ أَلَّا مِي جِرْمَادَ بُوَايَا شِينِي جِرْمَمَ مَا بُو تُنْفِرْفَرَى مُسِلْمِي اوهو دَتِّيجو يَتِي وَعَامِلِ الْقُرْآن دَكُمَا وَنَّكِعُكَدَ الْقُرْآنِ مَهَدَّةِ الْقُرْآنِ جِرْمَمَا شِينَا دَكَتْكِنْ جِرْمَمَ أَلَّا يَتِي غَيْرِ الْغَالِ فِي وَلَا الْجَافِعَنِ يَتِي بَاوَنَّنْ وَنْدَا يَكِي كِي تَرِئِيَا كَاتِكِنْ سَبَع شِينَي يَنَعْتَ الْقُرْآنِ أَمَّنْ بَایَا تَفِيَا أَكَنْ سَارِنْ أَنَّبُ مَحَمَّرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَنْغَانِ سَعَنْ نَوْكُمَا أَكَرْشَنْ حَدِيسِنْ يَتِي وَإِكْرَامَ دِسْسُلْطَانِ الْمُقْسِدِ دَكُمَا گِرْمَمَا مَأَبُوْ چُمْ مِلْكِ مِي آدَلْكِ وَنْدَي تَفِيَا تَفِيَا تَكَانُمْ مُتَانِ دَ آدَلْكِ دَدَي وَدِدَا بَایَا نُوْنَ فِيْفِيكُمْ يَكَنْ سَوْكِي أَبَنْ دَ اللَّهِ أَمَسَنَا نَوِي كَاگَ أَتِكُمْ وَنَّا حَدِيسِنْ نَوْوَا النَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آيَا چِ يَنَا دَكَ تِشِنْ سَهُرْمَ مَعَاللَّا حِّن كَانُمْ سَهُرْمَ مَعَاللَّا حِّن تَكِمْ سَهُر drawn سُعُارم مَاکَ سَوَنْ اَدْا عَلْنَا سَهُرْمَ إلى مِما تَكِمْ دَكُمْ مَا تَيِّدَ كَانُمْ أَلْا حِنَا سَنَا نَبْصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ حَأَتَا قَبَرِ أَكَنْ Hobart دَا عَنَا Need Hawk ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر